السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحبيبات المشتركات الغالية إن شاء الله تكونوا بأخير وعافية اللهم صلي وسلم وبارك على سنة محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جبت لكم هذا الموديل الرائح المتكول من قطعتين عندنا هذا السروال من قماش هذا كريب جوليا والذين تقدروا كريب ميلكا تقدروا كريب فرواسي يعني أعطيكم الاختيار في قماش السروال وهنا عندنا متر ونصف من قماش فيبران والقماش للسروال دينا مترة أو عشرة سنتيمتر لماش دينا اللايك دينا اللايك قبل أن نبدأ طريقة التفصيل شوفوا هنا قماش هذا رائع يعني خفيف بارد يعني رائع كريب جوليا من مستع ناعم يعني ما شاء الله هذا القماش هذا القماش يصلح لبزاف يعني ملابس كما الجلابيب كما لشيميز يعني لكات يعني رائع سراويل يعني رائع هذا القماش هنا طويناه على أربعة كما راكم تشوفوا هو العرث تاعو مترة وأربعين سنتيمتر العرث تاعو والطول هنا قلت لكم شيت مترة أو عشرة سنتيمتر دائما ندري الحساب تاع الشريط المطاطي اللي احنا نديرو كل شيء من هذا الطول هنا درنا سبعة سنتيمتر اللي هي العرث تاع الحجر هبطنا بثمانية سنتيمتر خليناها للشريط المطاطي يعني ثاني سنتيمتر حق الخياطة وثمانية سنتيمتر خلوها لطية تاع الاستيك هنا هبطنا بثلاثين سنتيمتر بعد ما درنا ثمانية سنتيمتر يعني كامل المجموع ثمانية وثلاثين سنتيمتر حق الاستيك ثمانية والطول الحجر عندنا 38 سنتيمتر أو المقعد وهنا نطلع بخمسة سنتيمتر وندروه هذيك التقويرات تاع الحجر السروال هذا من بعد نهبطه بخمسة وخمسين سنتيمتر عند الركبة ندخلو عند هذيك خمسة وخمسين سنتيمتر ندخلو بثمانية سنتيمتر هكذا ونخدمو هذيك أبدا الشكل ندخلو بهذا الشكل من عند حردة تاع السروال للحجر ولمقعد ونهبطو بهذا الشكل خط مستقيم مائل حتى الأسفل يعني هذا القماش يجي فضفاض مع قماش هذا كريب جوليا يعني يطيحها كال الكور يعني ما يباش ذاك العرث لبسته رائعة وهنا نقصو كامل كما راكم تشوفو هذا يعني السروال فصلنا بكل سهولة وبساطة هنا نحاولو باش بركنا نسوو القماش هنا جي رحو للجهة الأمامية طبعا دائما الأمامية جي المقعدة تحاصصغر من الخلفية هنا النقصو ثلاثة سنتيمتر نجوم الأمام والنقصو ثلاثة سنتيمتر تاع المقعد بهذا الشكل نديرو من الوسط بتاع هذا السروال ونروح بخط مستقيم مائل بهذا الشكل ونقصوه يعني عادي هكذا وهنا كونو يعني فصلنا خيطو المقعد الأمامي والخلفي نديرو لاستيك نديرو الكفة من الأسفل وكونو كبنا السروال تاعنا هنا نروحو نفصلو الشيميز ولا اللي كاتس كي ما تحبو تموها سموها هنا عدنا متر ونصف من هذا القماش الفيبران تقدروا تستعملوا أي قماش يعني مورد ولا يعني أمبريمي كراب ولا أي نوع من القماش تحبوه مش شرط يكون فيبران وهنا قصينا هذيك 75 سنتيمتر اللي حننفصلو بها يعني الطول تقل 75 سنتيمتر اختياري تحبو تديرو 80 تحبو تديرو 65 يعني لحساب الطول تحبو تديرو تعقلي شيميز يعني تكون محجبة ولا يعني تحب تديرها طويلة ولا تكون غير محجبة يعني تديرها أقصية يعني يبقى أنه هذا المقاس يلبس يعني من 16 سنة حتى 22 سنة ولا يعني من 36 مقاس 36 حتى 42 هنا رحول عرض الرقابة نديرو 7 سنتيمتر نهبطو بعمق الرقابة بربعة سنتيمتر ونديرو هذك الدوران تع الرقابة من بعد نديرو خط الكتف 14 سنتيمتر هذا الشكل من بعد نهبطو بربعة سنتيمتر ونديرو هذا كما يلان تع الكتف من بعد نهبطو بـ 25 سنتيمتر اللي جاتها 25 سنتيمتر يعني بزاف تهبط بـ 22 سنتيمتر يعني ندت المقاس يعني هنا ستوندار اللي تحب تنقص على المقاس اللي درتهم تنقص عادي هنا هبطنا بـ 25 سنتيمتر وخرجنا بـ 30 سنتيمتر اللي هو روح دائرة الصدر زائد اتساع أنا ما درتهاش يعني مقاسة مضبوطة درت مقاس ستوندار نكون شوية عريض درنا 28 سنتيمتر تاع الخسر فضلنا بـ 40 سنتيمتر حددنا طول القامة وتخلنا بـ 28 سنتيمتر تاع الخسر من بعد نهبطه من هذا الخسر نهبطه بـ 30 سنتيمتر 30 سنتيمتر الأسف يعني بخط مائل بهذا الشكل من بعد نديرو هذا الدوران تاع هذي تاع اللي كاتب هذا الشكل عندك 30 سنتيمتر ونبدأو أن ندوره هكذا ونقصه بهذا الشكل وهنا نكون وفصلنا الشميز الخلف والأمام مع بعض من بعد نديرو واحد يعني تفاصيل يجو في الأمام ها احنا فصلناها نحو الخلف خلوه جانبا ونجو نفصلو الأمام ندخلو بـ 1.5 جهة حدد الإبيط الأمامية يعني جينا داخل شوية مش كمال خلفية نقصوها هذيك الـ 1.5 بهذا الشكل هاي هنايا نجو للرقابة نهبطو بعشرة سنتيمتر عمق الرقابة من الأمام نهبطوه بعشرة سنتيمتر بهذا الشكل نديرو دائرة ربع دائرة من بعد نهبطو بـ 5 سنتيمتر ونديرو نقطة ندخلو بـ 3 سنتيمتر ونديرو الشكل يعني نصف دائرة بهذا الشكل ها كذا نصف دائرة ندخلو بهذيك الربع دائرة بعد نروحو نديرو نصف دائرة ونبدأو نقصوها بهذا الشكل ها كذا ها هنايا شوفوا رقبتانا كيف خرج الشكل التاحة ها هي هنايا من بعد هنايا نجيبو قطعة قماش من قماش تعالي في الصنع متبقي نقطعو تقريبا 3 سنتيمتر العرض والطول تا هذه الدائرة اللي راح نخدمو بها نخدموها بي على شكل بي بهذا الشكل نخدموه في هذه الدوران اللي درناه ولا هذيك الدائرة اللي درناها من بعد هنا نجيبو نفصلو نديرو 8 سنتيمتر هذا نخدموه ترشيف للرقبة نديرو 8 سنتيمتر وطولتا هذه 8 سنتيمتر نديرو 1.40 اللي هي عرض القماش كامل يعني نقصوها كامل حتى للأخير العرض القماش تعالي كامل نديروها من بعد نجيبو نكفو عليها عادي هكذا كفرقيقة ونكفو عليها من جهة الأمامية كذلك ونبدأ يعني نستفو في الرقبة كالصوردور من الخلف والأمام من بعد نجيبو شاريط وحدو أخر يعني هذا شاريط فيه 8 سنتيمتر وكاين شاريط وحدو أخر نديرو فيه 30 سنتيمتر ونفس المسافة تعطل 40 سنتيمتر اللي هي حرض القماش وهنا كنوا فصلنا الشميز نتغلو لتفصيل الأكمل هنا نفصل طول القماش المتبقي بتاعنا 4 على 4 نديرو طول 64 سنتيمتر هذا الشكل ندخلو ب3 سنتيمتر نديرو العرض 27 سنتيمتر ها كذا نهبطو ب17 ولا 19 سنتيمتر كما تحبو ها هنا نفوتو ب6 سنتيمتر ونديرو هذك التقوير بتاع الكم من بعد نجو نهبطو الأسفل بخط مائل بهذا الشكل نجو نقصو الأكمام تانا ها هي كما راكم تشوفو ها هي هنا من بعد هنا نديرو الكفة نطلعو تقريبا 8 سنتيمتر ونديرو الشريط المطاطي هذا الشكل يعني الهلستيك هنا نجو نفصلو الجهتين تعال الأمام والخلف وندخلو ب1 وصلا نصف سنتيمتر وهنا يكونو كمنا طريقة التفصيل تاشيميز والسيرويل مع بعض نتقلو طريقة الخياطة هنا أول حاجة نبدو بها نخيطو السيرويل هو الأول مداب والأسهل طريقته سهلة وبسيطة نخيطو المقعد الأمامي ونزيدو الخلفي ما كذا يعني خيابته سهلة وبسيطة هذا السيرويل لم يش دير اللايك دير اللايك لم يش مش تارك تشترك في قناتي وبرتاج الفيديو في لي جروب باش يوصل بزاف ناس ويستفادو من هذا المودل هنا بعد ما خيطنا المقعد الأمامي والخلفي نجو لهنا يعني نحدو العرض تالستيك تالي تقدروا تقدروا تالي ثلاثة سنتيم تقدروا تالي أربعة سنتيم لكم الاختيار هنا نجو نخيطو من الأسفل نخيطو جيت المقعد يعني لقوا السروال يعني الرجلين مع بعض هذا الشكل شوفوا هنا نزيدو الجهة الثانية بدنا من المقعد وهبطنا يعني أي زيادة ولله يعني تبقلنا في الأسفل في الكفة بتاع الرجل من بعد ننكفو على الرجل بعد ما أنا سرجتها لما السرجي أدير كفة عادية واللي عندها السرجي أدير نفس طريقة لديرتها هنا هنا هاي بعد ما خيطنا الجهتين نجول هنا لتكات الأستيك ونحط هذا الشريط المطاطي يعني منحكموش بالخياطة يعني نحطوه ونطوع لقماش ونبدأ ونخيطه يعني خيطه خلوه في الوسط ونبدأ ونجبدو بهذا الشكل يعني ونفوتو على الدوران على الخسر هذا الشكل حتى نوصلوا النقطة اللي بدنا منها هاي هنا شوفوا اللي هنا يا بلا متكو بالمساك ولا يعني غي هذي الطريقة لكم من بعد نبلعو هذي الفتحة نغلقوها ذي الفتحة اللي يعني تكنا منها آآ تاستيك آآ وهنا نفوتو عليها بالخياطة نعودو المطاطي ميدورنش وتجي خدمة شباء ونقيا هاي يا شوفوا طريقته سهلة وبرسطة وخرج روعة روعة يعني خفيف وسمبل يعني بلا حديث كما كنت شوفوا خرج شباب يعني بلا متحد خرج رائع هنا نجبو واحد الشريط تعالقو ماش تقريبا ثلاثة سنتيمتر وهنا نطوها بهذا الشكل نخيطو كالحزام من بعد درت له هذو كلك متشوفو فوههم هذو تعال ما لابلش كيسموهم المهم هذو كوما لكم تشوفو درنا هنا ونجروه في الوسط باش نحدو الامام من الخلف ونجينا الشكل شباب للسرو هاي هنا ونخيطو في الوسط من جهة الامام هاي هنا شوفوا هنا كيف اخرج شباب جع عريض كوردو ودرنا عقدة باش ما تخرجناش هذيك المرجانة ولا عقاشة ولا ما على بلش كيسموها المهم هنا نجو نخيطو الشميز تانا ولا اللي كاتز التانا نجو هنا نبدأ بالامام نجو هذي قطعتها القماش اللي فصلناها راني نحوز عليها حتى نلقاها صبرا جميلة أنا لقيتها نخيطو هذيك القطعة بهذا الشكل على ذاك الدائرة اللي فصلناها مع بعض شوفوا اللي هنا لديك القطعة تبعوني وركزوا هنا ونخيطو حتى التالي من بعد ننقصو بهذا الشكل هذاك الدوران يعني بهذاك الشريط أي دور النار ويجينا الشكل تاعه جميلة هاي نبدأ ندرو يعني كمال كفا عادي هاكذا ونقلب هاكذا كما شارت على البيئ هاك نبدأ وندورو على هذه الدائرة ونقصو هذه الزيادة اللي تبق يعني خجتنا زيادة هاي هاكذا شوفونا يا الدائرة كيف خرجتنا هاي جاءت عادي يعني بعد كنحدوها زيت يعني تسجم أحسن هنا نجول لقو الكتفين الخلف والأمم مع بعض لايك حبيباتي لايك لايك دلنا لايك بزاف لايك رمناقصين دلنا لايك لايك يساعد الفيديو باش يطلع بزاف ناس مشاهدوه بزاف ناس هذا هو الدور للايك وهنا نشوفو الرقبتان هذيك اللي يريكم تشوفو الدائرة هذيك نبدأ خلفية والأمامية نجيبو هذا الشريط اللي فصلنا 8 سنتيمتر نديرو له كفة نديرو كفة عادي رقيقة يعني تقريبا نصف سنتيمتر على نصف سنتيمتر هك نحاولو باش نصغروها قدر نكملو هذيك المترة وأربعين سنتيمتر لأنها طاويلة جدا ما عليش هذا الخياطة أتعلم الصبر ها هنا شوفو محب اشتسلك كملنا وأخيرا نجو هنا نديرو كفة ثانية من جهة يعني إذا كتشوفو باش نديروها هنا بعد نوريكم بركة باش تبليو هنا ونبدأ نديرو فيلي بلي كامل على هذك الدوران تاع الرقابة بهذا الشكل قبل ما نديرو هذك البلي نديرو نخيطو هنا من جهة الأمامية ها كذا ونبدأو نبليو ونروحو حتى نكملو هذك الدور نزيدو الجهة الثانية طبعا ها كذا ويزيد لبرة نحا منها الخيط دائما كاين صعوبات ما عليش تهون تخرج لك حاجة شابة يعني التفرحي بيها تهون التعب التح وهنا نديرو فيلي بلي كامل سور دور على هذك الرقبة صلوا على رسول الله اللهم صلي وسلم وبارك على حبيبي يا رسول الله شوفوا هنا يلا جتكم لي بلي يعني بالزايد يعني كملتوا هذك الدائرة وجاكم بالزايد يعني قصوه عادي وعاود يديرو كفة كما لدرتها الساعة هاي هنا جتنا زيادة درك أنقصوها عادي ها أنقصها زيادة خلوا مسافة برك نكمل بها لي بلي ونبدأ ونكفوها عادي ونعود الرجع ونديرو لي بلي نكملوها كذا حتى للآخير هاي شرط تكملو كامل هذو يعني هذك متر واربعون تجيكم كامل على سب الدوران بتاع الرقبة يجينا نجول هذك هنا نمقصو كامل ولا نخلو حتى ركبو هذك الشارط وننقصو يعني أحسن نجيبو هذك القطعة تاعة 3 سنتيمتر طلطحة 1.40 هذك ما ننقصوش منها نديروها نفسها نحدو من الوسط يعني نحدو الوسط بتاعنا من جهة الخلف ونحطو هذك الشارط ونبدأ ونخيطو الجهة هذك ونرحو الجهة الأخرى كذلك نخيطوها نقلبوه وبعد نرجعو نكفو عليها عادي كما كنتشوفو هكذا ها كمل به ونبدأ وندورو على هذك الرقبة كيفاش ندورو على الرقبة هاي هنا شوفو هنا هاي ندورو كامل على هذك الترتيف اللي كان لسق مع الرقبة هاي نكملو الشارط بتاعنا بهذه الطريقة نخدموه هاك سهل سهل في الخيط التاع نكملو هذك الشارط نطو هكذا ونخيطو ونكملنا الرقبة شوفو هنا كيف خرج دائرية يبقى لنا باش نخيطو ونفض الأكمل نجيبو لكم التاعنا نبدأ نخيطو حتى نوصلو للواسط نبدأو نديرو في ليبلي صغار ولا لفخانس كشكشة كما تحبو يعني قماش المتبقي لكم في العرض ديرو كامل كشكشة واللي ما تحبش تدير الكشكش تنقص في العرض يعني ولا في الحرد هبط 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 البيط اللي هبطنا بـ 19 سنتيمتر هبطي 16 سنتيمتر ولا 18 سنتيمتر ولا 17 كما تحبي ما تخرج الكشكشة تحب تديرها سامبل من جهة الكاتب والحب تدير كشكشة تدير نفس المقاس اللي درتو أنا من بعد نكفو عادي على الكوم هذا درتو هنا عريض خليته هكي عريض نجيب الشريط المطاطي نطلع بتقريبا 8 سنتيمتر ونبدأ ونتجبدو في هذا الشريط المطاطي ونعود عليه بالخياطة بهذا الشكل يعني خيطه نزيد ونعود عليه خياطة ثانية وهنا كونوا يعني كمنا الشيميز تعنا هذه شوفو اللي هنا بعد ما خيطنا ودلنا الستيك نكملوا نقفلوا هذه الشيميز بهذا الشكل ونديولها كفة وتشوفهم موجدين إن شاء الله تعالى هنا شوفوا السروال كيف شخرج شباب وآنيق ورائع وبلبستع ورائع هو يعني حنين وخفيف إن شاء الله يعني يصلح لفصل الصيف بارد ويعني القماش تعالى يعني يكون متين ما يتقطعش يعني هذا الشكل تكونوا تحصلتوا على هذا السروال مثلا قليل القماش هذا كجوليا يدير خمسة وخمسين الف للمتر شوفوا هنا يا هاي الشيميز تعالى شوفوا كيف خرج يعني تستاف حول لبلي هذا قدرنا عند الرقضاء شوفوا الأكمام كيف هنا شوفوا مع السروال أنا اخترت لكولير بتاع السروال لحساب هذك الورود يعني القرون اللي تحب تدير أي كولير من هذا اللي رفض الشيميز تقدروا لكم الاختيار يعني فيها الغوش فيها البلو ولا البلو فير وفيها البلو والله أعلم وفيها الكرام يعني كما تحبوا وفيها البلو يعني كما تحبوا يعني لكم الاختيار قد تخيطوا مشحال من السروال عدة ألوال وتبسوهم مع هذه الشيميز والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته